السلام عليكم طلاب إن شاء الله بمحاضرة اليوم راح ناخذ الأمر MD طبعاً هذا الأمر هو أيضاً من الأوامر الداخلية وهو اختصار لعبارة Make Directory يستخدم هذا الأمر لإنشاء فهرس فرعي من الفهرس الرئيسي أو إنشاء فهرس فرعي من فهرس فرعي آخر أكبر لكم حجم الخط حتى يكون أوضح طلاب فنكتب الأمر ونترك فراغ ونكتب اسم الفهرس اللي أريد أكونه أو المجلد ونضغط Enter طبعاً هذا الأمر قلنا هو لتكوين فهرس فهرس فرعي أو فهرس فرعي من فهرس رئيسي أو فهرس فرعي من فهرس فرعي آخر نفذت آني هذا الأمر بس حتى أتأكد إنه آني هذا الفهرس أو المجلد أتكون أنفذ الأمر داير وذكرنا بالمحاضرات السابقة إنه الأمر داير هو لعرض كل المجلدات والملفات الموجودة على الفهرس الحالي أضغط Enter فأروح أشوف المجلدات اللي عرضها هو اللي عرضتها بالأمر داير ألاحظ المجلد اللي كونته هذا اللي هو اسمه علي هذا الرمز مالتين وهذا وقت الإنشاء تاريخ الإنشاء طبعاً هذا وقت تاريخ الإنشاء مالتا اللي هو وقت تاريخ اليوم طبعاً حتى أنتقل حتى أدخل إلى هذا الدليل أو الفهرس أو المجلد من خلال الأمر CD وهذا الأمر اللي هو CD هو أيضاً من الأوامر الداخلية طبعاً والعمل مالتا مترابط ويعمل الأمر MD فالأمر CD يستخدم هذا الأمر للانتقال بين الفهارس يعني من فهرس رئيسي وأنتقل إلى فهرس فرعي أو من الفهرس الفرعي أنتقل إلى الفهرس الرئيسي فحتى أنتقل للفهرس أو المجلد اللي اسمه علي أو أي فهرس آخر أكتب CD وأترك فراخ وأكتب اسم الفهرس أو المجلد اللي أريد أنتقل إليه فأكتب اسم الفهرس أو المجلد علي وأضغط ENTER فهذا أنا حالياً انتقلت إلى المجلد أو الفهرس اللي اسمه علي هنا بهذا الشكل بهذا الخطوة اللي قبلها أنا هنا كنت على الفهرس الرئيسي وبهذه الخطوة لا انتقلت إلى الفهرس أو المجلد الفرعي اللي كونته اللي هو المجلد أو الفهرس اللي اسمه علي طلاب لحد هنا ونكتفي وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتعلم إن شاء الله شون نكون فهرس فرعي آخر من الفهرس الفرعي اللي كونته اليوم شكراً لكم